ننتقل للأهلي الأهلي طبعا بكرا عنده مبرامة على الاتحاد السكندري في الدوري والنهاردة ميستر كولر أعلن قيمة الأهلي وحاولوك برضو الإصابات اللي موجودة في الأهلي النهاردة قيمة الأهلي لمباراة بكرا مصطفى شبير محمود الزنفولي مصطفى مخلوف الشناوي برضو خارج القيمة لسه وده معناه نشخلاص مصطفى شبير هو حارس الأهلي خلال الفترة القادمة وحتى في نهاية أفريقي محمد عبد المنعم متولي محمود متولي رامي ربيعة محمد هاني عمر كمال عبد الواحد كريم فؤاد مروانة عطية أكرم توفيق أحمد نبيل كوكا إمام عشور ريدا سليم عودة أفشة مرة أخرى بعد استبعاده مطشين بسبب يعني كده كانت عقوبة على أفشة رجع تاني موجود في قيمة مطش الاتحاد لبكرة كريم ندفت وكريستو كمان محمد الضاوي لعب التونس الشاب برضو يعني دخل قيمة الأهلي بعد فترة غياب طويلة حسين الشحات أنتوني مودست وسامة أبو علي ومحمود كهربا دول اللعيبة اللي موجودين في القيمة رغم عودة ديانج وأنه هو خف من الإصابة هو وياسر إبراهيم ولكن مستر كولر محطهمش في قيمة المباراة في غيابات بقى عن الأهلي كتير طبعا محمد الشناوي خالد عبد الفتاح ياسر إبراهيم بيرستو أحمد عبد القادر ديانج عمر الصولية علي معلول طاهر محمد طاهر وكريم الدبيس دي الغيابات اللي من الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندري بكر النهار ده كان فيه تدريب الأخير للأهلي وكان فيه محاضرة فنية كده من كولر واحمد عبد القادر بيواصل جلسات العلاج الطبيعي الشناوي موجوده وفي التدريبات ولكن خارج قيمة الأهلي فيه مباراة بكر سمعين كده كلام من داخل تدريب الأهلي من كولر بكرة حيبدأ بكهربا في خط هجوم النادي الأهلي خلينا نشوف طبعا يعني هو عايز يجاهز كل اللعيبة كمان عشان ماتش الترجي وسامى أبو علي بيلعب الفترة اللي فاتت والماتشات كل تلات يام مودست نزل بديل فترة من الفترات كهربا لعب برضو الماتش اللي فات تلت ساعة وأحرز الهدف التالت في مرمى الجونة بس سمعين أنه بكرة حيبدأ بكهربا في خط هجوم النادي الأهلي الأشعة بتثبت إصابة عمر السلية بشد فيه العضلة الضمة ده بالنسبة للقايمة بتاعت بكرة والإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي برضو أقول لكم حاجة برضو بخصوص الأهلي الأهلي على تواصل وفيه كلام وفيه مفاوضات مع زين الدين بالعيد اللاعب الجزائري اللي هو بيلعب زهير أيصر في نادي اتحاد العاصمة الجزائري تحسبا الرحيل علي معلول وخلي بالكو زي ما أقول لكم أن الأهلي هيقعد مع علي معلول كل مرة بقول لكم الكلام ده بعد انتهاء نهائي دوري أبطال أفريق لكن فيه خط مفتوح ما بين الأهلي واللاعب الجزائري زين الدين بالعيد اللاعب الجزائري اللي بيلعب في اتحاد العاصمة الجزائري